اشتركوا في القناة ومعالجة النصوص هنتكلم اليوم عن اول برنامج الا وهو برنامج وورد تعريف برنامج وورد هو برنامج يستخدم لمعالجة النصوص وهو جزء من مجموعة ميكروسوفت اوفيس ويعد برنامج وورد حاليا اكثر البرامج المستخدمة لمعالجة النصوص محتوى المحاضرة اولا طريقة انشاء ملف وورد جديد وتغيير اسم الملف ثانيا شرح وجهة البرنامج ثالثا حفظ الملف بعد التعديل عليه رابعا طريقة نقل الملف الى مكان امن ونبدأ مع بعض نشوف المحتوى المحاضرة عملي اولا زي ما قلنا طريقة انشاء ملف وتغيير اسم الملف بنضغط على اي مكان فاضي على سطح المكتب ضغطة يمين وبختار كلمة new للناس اللي الجهاز بتاحها باللغة الانجليزي ولو الناس باللغة العربي فبتبقى مكان new كلمة جديد وباجي من جديد الى microsoft word تمام نضغطه اول ما بنشئ الملف بتاعي كده انا تميت انشاء الملف اول حاجة هو بيقول لي محدد لي اسم الملف وبيقول لي قم بتغيير الملف بتاعك طيب نغير اسم الملف ونشوف هيتغير معانا ازاي هنخلي الملف مثلا المعهد السعودي وبضغط على اي مكان فارغ على سطح المكتب ضغطة يسار كده انا تم انشاء الملف يبقى كده زي ما قلنا طريقة انشاء ملف word جديد وتغيير اسم الملف طيب ثانيا شرح وجهة البرنامج عشان افتح الملف بتاعي وابدأ اخش على الوجهة بتاعة البرنامج بضغط عليه ضغطة يمين وبختار open او فتح للناس اللي عندها الجهاز عربي يبدأ البرنامج يفتح معايا بالشكل اللي شايفينه قدامنا ده نتعرف على الوجهة بتاعة البرنامج ونشوف ايه المطلوب مننا في البرنامج ده اول حاجة عندنا على ايدنا اليمين فوق دي اسمها اختصارات سريعة اختصارات سريعة بيبقى منها الحفظ ومنها الرجوع وهكذا الى اللي انا عايز اضيفه بقى لو انا عايز اضيف فتحة هضيف لو انا عايز اضيف جديد بضيف حسب الاختصارات اللي انا ببقى ايه عايزها مثل معينة زي الطباعة طباعة سريعة كل الاختصارات اللي انا بحاب باضيفها من الاضافات دي باضيفها وايه وببدأ اتعامل بيها يبقى دي اسمها اختصارات سريعة طيب اللي في النص هنا اسم الملف بتاعنا احنا كنا نسميه المعهد السعودي وهو بالفعل المعهد الايه السعودي اللي على ايدنا اليسار هنا بيبقى عندك اغلاق ده هو تصغير حجم الشاشة بالشكل اللي انشوفته ده هنا لو انا عايز اخلي الملف ينزل تحت في قيمة ستارت معايا هنا طيب نشوف ايه اللي بعد كده عندي بعد كده شريط المهام شريط المهام دوت اللي بيبقى فيه الادوات اللي انا باستخدمها وانا شغال وهنتعرف على كل قيمة من دول في الشريط دوت ان شاء الله فيما بعد في المحاضرات القادمة باذن الله طيب نشوف باقي هنا دي اسمها المصطرة بتحدد لي حدود الصفحة بتاعتي بتبقى المصطرة من فوق ومن الجنب الاية اليمين يبقى الجنب اليمين ومن اعلى لو انا عايز Ashley بتاعتلي شوية فوق في محتوى الصفحة باعليها من هنا عايز اقلليها باقلليها من هنا بردو بتحكم فيها من المصطرة هنا بردو الحدود متاعتي عايز اسع الحدود عن حدود شوية كده اكتب في حدود الصفحة بشوف ايه الحدود بتاعتي اللي انا بردو اعيز اشتغل عليها وبتحكم فيها من المصدرة زي ما قلنا اخر حاجة عندنا في الوجهة عدد الصفحات بتاعتي يقول لي انت عندك صفحة واحد من واحد طيب لو احنا عندنا اكتر من صفحة بالشكل ده هيقول لي صفحة رقم 6 من 6 علشان انا واقف فيين صفحة رقم 6 طيب لو اقفت في صفحة رقم 1 هيبدأ يقول لي صفحة واحد من واحد من 6 يعني انا واقف في الصفحة رقم واحد من ايه? من اصل 6 صفح معاني هنا عدد الكلمات المكتوبة بيحسبها لي يعني مثلا لو انا كاتب المعهد السعودي كده بيجي هنا مثلا وبكتب المعهد السعودي فهو بيكتب لي ايه الكلمات بتاعتي عدد الكلمات بتاعتي اللي انا ايه كاتبها انا كاتب communist ادي مثلا انا كاتب 6 كلمات يعني واقدة بقول لي انت كاتب ست كلمات عندك في الملف بتاعك طيب هنا بيقول للغة بتاعتك طبعا المملكة العربية السعودية على الجنب اليسار بيبقى في عندي تجبير لو انا عايز اكبر مساحة العمل اللي هشتغل عليها وعندي تصغير لو انا حابب ان انا اصغر وبكده نكون شرحنا وجهة البرنامج بتاعنا يبقى كده اتكلمنا عن اولا طريقة انشاء الملف في ورد جديد وتغيير اسمه وتكلمنا ثانيا عن شرح وجهة البرنامج ثالثا هنحفظ الملف بعد ما عدلنا عليه التعديلات اللي عدلناها نشوف ازاي نعمل حفظ الملف بعد التعديل عليه ده الملف اللي احنا شغالين عليه انا عندي طرق للحفظ اول طريقة لو انا ضغطت على ايه على علامة الحفظ من هنا بيحفظ معايا الملف طيب الطريقة التانية لو انا ضغط على كلمة ملف وضغط على حفظ الملف او حفظ بس بيحفظ لي الملف بتاعي طيب الطريقة التالتة لو انا جيت اغلق البرنامج اعمل له اغلاق من هنا بيطلع معايا الرسالة دي ونشوف الرسالة دي بتقول ايه هل تريد حفظ التغييرات التي اجريتها على المعهد السعودي اللي هو اسم الملف بتاعي ان بقول له حفظ يبقى انا كده بحفظ الملف بتاعي عدم الحفظ يبقى انا كده مش هحفظ التغييرات اللي انا عملت لها تغيير على الملف الغاء الام يعني انا كده بقول له الغي الرسالة دي ورجعني تاني على الملف اللي انا ايه شغال عليه طيب احنا هنعمل اغلاق وهنعمل حفظ علشان خاطر ابا كده حفظت البيانات داخل الملف بتاعي طيب نتأكد ان البيانات دي تحفظت هضغط ضغطة يمين فتح فعلا البيانات اللي احنا حفظناها ليه المعهد السعودي المتخصص العالي للتدريب واللغات وعرض الصفحات اللي انا ضفتها ست صفح دول اللي انا اجريتهم عليها وفعلا حفظ لي الايه التعديلات دي اخر مرحلة معانا طريقة نقل الملفات الى مكان ام نذكر تاني احنا احنا اشتغلنا عملنا ايه طريقة انشاء الملف ورد جديد وتغيير اسم الملف ثانيا كان شرح واجهة البرنامج ثالثا حفظ الملف بعد التعديل عليه رابعا واخيرا طريقة نقل الملف الى مكان امن علشان خاطر الملف ده ما يضيعش مني في مبعه طيب ازاي انا الملف بتاعي دو في مكان امن عندي مثال انا عندي فولدر عايز احفظ فيه الملف دو الملف الامن مثلا عايز انشي عايز احط الملف بتاعي اللي هو بتاع المعر السعودي ده داخل الملف دو انا مسلا هاحفظه داخل جوة فانا عايز اقمنه وحطه جوة اول حاجة بضغط ضغطه يمين واختار قط قط ديت يعني قص وقبي يعني نسخ يعني ممكن اخد منه نسخة او اخده كامل على بعض هنجرب الطريقين اول حاجة هناخد قبي اللي هي نسخ وبخش جوة الملف بتاعي عادي خالص وبضغط ضغط ايمين وبعمل باست باست دي اللي هي ايه او باست اللي هي لصق في الكلام العربي هي لصق هضغط كده هو اخد لي نسخة من البرنامج هنا ونفس النسخة متواجدة معي برا على سطح المكتب طيب انا حابب ان انا اخليه ياخد نسخة منه ويخليه للنسخة اللي على سطح المكتب مش موجودة خالص يعني انا هاخد خالص من نسخة منه طيب نحزف ده الاول بضغط ضغط ايمين وبضغط ديليت يعني حاسف انا دلوقتي عايز اخد الملف ده من على سطح المكتب خالص وادخله جوة الفولدر نهاء بضغط ضغط ايمين واخد قط قط اللي هي قص اضغط عليها وبايجي جوة الفولدر واعمل لصق كده انا قال لي الملف بتاعي داخل الفولدر الامن بتاعي ويحزفه لي من على سطح المكتب نهائي وبكده تكون انتهت محاضرة اليوم والى محاضرة قادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة